دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيساف وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الصحة العالمية إلى وقف إنساني لإطلاق النار مع السمح فورا بدون قيود بدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطع غزة وطلبت المؤسسات الأممية في بيان مشترك بتضفق المساعدات الإنسانية على نطاق كبير ومستمرة بما يوفر حياة كريمة لجميع سكان غزة كما دعت إلى توفير المياه والغذاء والرعاية الصحية والوقود اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية وأن يتوفر كل ذلك على نحو مأمون ومستمر مشيرة إلى أهمية حماية جميع المدنيين والبنية الأساسية المدنية في غزة والعاملين في المجال الإنساني في غزة الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الآخرين